ونحن لا نحب أن نتحدث على الموت مع أنها الحقيقة الوحيدة التي لا شك فيها قد نكون تجار وقد لا نكون تجار قد نتزوج وقد لا نتزوج قد ننجيب الأولاد وقد قد كل حياتنا قد وقد إلا الموت فهو الحقيقة الوحيدة التي أقسم الله على وكل وما كان لنفس أن تعيش مخلدة بل كلهم هالك إلا وجه الله وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام لكننا لا نحب أن نتحدث عن الموت لماذا حديث اليوم أريد أن أغير مفهومك عن الموت الموت هل هو كله شر؟ هل الموت شر؟ الموت يا أحبابي هو الانتقال من حياة إلى حياة فقط لا تظن أنك إذا قالوا أنك موت معناه خلاص لا لا أنت لما يقول أنك موت معناه أنك بدأت حياتك الحقيقية التي لا تموت اختصاك لماذا؟ لأن الذي يموت جسدك فقط أما روحك فخالدة لا تموت أبدا أنت معك جزء فيك وهو الروح منذ أن نفخت وأنت في رحم أمك ستبقى خالدة معك حتى تصل إلى الجنة نسأل الله الكريم من فضل فالذي يموت إلى جسدك وليست روحك فإذا أنت مقبل على الحياة الأبدية شئت أم أبيت فلماذا لا تفكر بالحقيقة هذه؟ لماذا؟ لماذا دائما نتعلق في الدنيا ونترك الآخر لماذا؟ لماذا ننشغل؟ أنا أقول لكم لماذا ننشغل؟ ننشغل عن الموت ولا نفكر فيه لأننا لم نستعد له ولذلك لما جاء الرجل إلى رسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال له سؤال واحد قال ماذا أعددت لها؟ ما هو مهم تعرف متى الساعة؟ أنت جاهز متى ساعتنا يا أخوان؟ ساعتنا مجرد أن نموت يعني اليوم تموت خلص بدت ساعتنا أول ليلة في قبرك هي الليلة التي تنام فيها أول الليل وتصبح في يوم القيامة هل أن تعرف الحقيقة هذا؟ وهذا الموت يأتيك من حيث لا تشعر وكلنا كلنا يلي في هذا المسجد أو خارجه محكوم علينا بالإعداء منذ أن كنت في رحم أمك وقد كتب أجلك وكم ستعيش في الدنيا يعني تكون أنت أمهرا أطباء ولا تكون أغبى الناس يومك يومك فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذن هذه الحقيقة فما المطلوب إذن؟ ليس المطلوب أن نتغافل على الموت المطلوب أن نستعد أن نستعد وأبشروا بالخير يا أخوة أبشروا بالخير ماذا يقول حبيبكم صلى الله عليه وسلم لما مرت عليه جنازة قال مستريح ومستراح منه يوم مرت جنازة قال هذه الكلمة قال مستريح ومستراح منه فقالوا يا رسول الله ما معنى مستريح وما معنى مستراح منه فقال المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد يعني أنت إذا رحلت وأنت قد أصلحت ما بينك وما بين الله هل تظن أن الله يخذلك؟ يا أحبابي والله لو يعلم المؤمن ماذا له عند الله بعد الموت لما تعلق أبدا في الدنيا المؤمن الذي يحبه الله أول لحظات الموت يرسل الله إليه ملائكة بيض الوجوب معهم حنوط من الجنة وكفر من الجنة هل تعلم هذا أو لا؟ وإذا رأوه قالوا لا تخافوا ولا تحزن تبدأ البشاير منذ أن تغرر الروح هذه أول بشرة لا تخاف لأمامك ولا تحزن على ما فاتك فإذا خرجت الروح تخرج روحك سهلة كما تخرج القدرة من فل السقاء كما قال عليه الصلاة والسلام ثم تتبادر الملائكة روحك وتصعد بها إلى السماوات السبع ثم بعد ذلك تعاد إلى الأرض لأن الله يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى لم يحن بعد أن تذهب إلى السماء ما زلت في الأرض هذا أنت إذا كنت مؤمن فإذا نزلت في قبرك وأنت من أهل الإيمان يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخر تعرف ربك وتعرف دينك وتعرف نبيك وإذا كنت مؤمن وقد مت تفتح لك طاقة إلى الجنة ويقال لك نم نوم العرس فتمر عليك آلاف السنين كصلاة ظهر أو صلاة عصر ولذلك إذا قاموا يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا يسبون القبر وحياة البرزخ نوم هذا أنت يا مؤمن ثم إذا حجرت يوم القيامة وكلنا سنحشر من حب الله لك أنك لا تحشر لوحدك نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا تأتي ومعك المؤمنون فترى هذا جنبك يصلي وهذا يهلب وهذا يكبر فتعنس في ذلك اليوم الذي يخاف فيه الناس هذا إذا أنت مؤمن ثم إذا أتيت إلى المحشر ودلت الشمس ما تقف مع الناس يظلك الله يظله يوم لا ظن أن يظله ثم إذا كان يوم العرض على الله عز وجل وهذا يوم سنقف فيه كله من من يظن أنه لن يحاسن لن تزول قدم عبده حتى يسأل هذا كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم ستقرأ أنت كتابك فإن كنت اصلحت ما بينك وما بين ربك فإن الله يسترك ولا يراك أحد إلا هو جل جلالك حسن ما تنفضح أنه فضيح ما رأيك الآن لو نقرأ سجلك في اسبوع كم واحد اغتبته وكم وكم فضائف فتأتي يوم القيام ومعك سجل كم عمرك عمرك مثلا سبعين سنة أخصم خمسة عشر سنة هذه قبل البلوغ الباقي خمسة وخمعشة لن تزول قدم عبده حتى يسأل هذا كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم ستقرأ أنت كتابك فإن كنت اصلحت ما بينك وما بين ربك فإن الله يسترك ولا يراك أحد إلا هو جل جلالك حسن ما تنفضح أنه فضيح ما رأيك الآن لو نقرأ سجلك في اسبوع كم واحد اغتبته وكم وكم فضائف فتأتي يوم القيام ومعك سجل كم عمرك؟ عمرك مثلا سبعين سنة أخصم خمسة عشر سنة هذه قبل البلوغ الباقي خمسة وخمسين سنة كلها صحائف كتب كل يوم الملائكة تتعاقب عليك بالليل ونه ويكتبون ما قلت إن كنا نستنسخوا ما كنتم تعملون ثم يقال لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسين هذا كتابك اقرأ ذلك بما قدمت يدك وأن الله ليس في ظلام من العبد فإن كنت مؤمن فما الذي يحدث؟ تقرأ فتبدأ البلاوي تطرأ الشياء انت ناسية ها كم واحد اغتبته من سنة وجاء تقدر تحصيه؟ كله مكتوب فإذا رأى الله أنك بدأت تخاف هو وعدك وعدك يا مؤمن أن لا يجب عليك خوفي ولا أمني من خافني في الدنيا أمنته يوم ابتها ولذلك إذا رأى الخوف يدب إلى قلبك قال ما عليك سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك في الآخر الله شوف أدفر حتك فكر وتحمل كتابك وتبدأ تنادي في الناس ها مقرأوا كتابيا ثم بعد ذلك توزن أنت وأعمالك ولأنك أصلحت ما بينكم وبين الله يثق الميزانك ثم بعد ذلك إذا مررت على الصراق على حسب قربك من ربك من الناس من يمرك البرق ومن الناس من يمرك الريح ومن الناس من يمرك أجاود الخير ومن الناس من يمشي ألمهم على حسب قربك من ربك هذا المقام الذي لازم تستعد له ما هو الدنيا اللي قاعد يجمع فيها ولبني فيها ثم بعد ذلك يذهب بك إلى قنطرة بين الجنة والنار ثم بعد ذلك إلى جنة هذه يا أخوة هي رحلتي إذا كنت مؤمن إذن أنت ستقبل على ربك الكريم قيل لأعرابي ستموت قيل ثم ماذا إلى أين أذهب قالوا تذهب إلى الله قال والله لا أعدم الخير من رب أكرمني ورزقني وسترني وأحياني وأعطاني كل شيء والله يا مؤمن لو تعلم ماذا أعد الله لك من النعيم لما كرهت الموت ولذلك المؤمن يحب لقاء الله ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاء فيا أيها الكرام لا تخافوا من الموت أرجوك لا تخافوا من الموت الموت هذه الفرصة التي تترك فيها هم الدنيا ونكدها وديونها وحسدها وبغضاؤها ومشاكلها ثم تقبل على ربك الذي عنده كل ما تتمنيه أهم شيء أصلح ما بينك وما بينه لا تنقطع الحبال التي بينك وبين الله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ما دم تشكر نعمة الله فلا تستخدمها فيما يغذب الله وتؤمن وتتبع الإيمان بالعمل الصالف والله لا يخزيك الله وإن تجد أمامك بعد الموت حياة أجمل مما كنت تراها هنا ولذلك سبحان الله من هو آخر واحد يدخل الجنة آخر واحد يدخل الجنة هو بالتأكيد آخر واحد يخرج من النار يخرجه الله من النار فإذا خرج من النار يرى شجرة جميلة فيقول يا ربي طبعا الآن هو خرج ونبت جسده ورجع إليه جلده وتغيرت حياته خلاص آلاف السنين وهو في جهنم يتقلب فيريه الله شجرة فيقول يا ربي قدمني إلى تلك الشجرة فيقدمه الله تعالى إلى تلك الشجرة فإذا وصل تحت ظنها وشربا من مائها وارتاح يريه الله شجرة أجمل منها يعني مكان أجمل من مكان الذي هو فيه فيقول يا رب قدمني إلى ذلك المكان فيقول له الله عز وجل إذا قدمتك تسألني غيرها يقول لا لا بد ما أسألك بس قدمني ولا عد أسألتها فيقدمه الله فإذا جلس في ذلك المكان الأجمل من الذي هو فيه وجلس فترة يريه الله تعالى مكانا أجمل منه فيقول يا رب فيقول الله ماذا تريد قدمني قدمني بسي لهناك فيقول الله ما يدريني منك يا ابن آدم ابن آدم طمع حتى في الجنة ما يكفيه شوي كل شيط يثنقل إلى ما هو أحسن فيقول يا رب يقدمني قدمني ولا أسألك غيرها فيقدمه الله فإذا جلس واستقر الآن يعني أتت إليه الجنة بالتدريج يمكن لو راح الجنة يموت ما يستطيع أن يتحمل ذلك الجمال فيأتيه بالتدريج حتى إذا وصل إلى ذلك المكان يسمع أصوات أهل الجنة ويشم ريحها ورائحة الجنة يقول عنها صلى الله عليه وسلم أنها تشم من مسيرة أربعين سنة من عظمتها فإذا شم رائحتها وسمع أصواتها ورأى سورها يقول يا رب يا رب نسى عهد اللي بينه وبين الله فيقول ما تريد قد دخلني الجنة يبغى يدرس عند الباب يا رب يدخلني الجنة فيقول الله عز وجل ابن آدم لأنه يعرف أن هذا ما راح يوقف كل شوي يطلب يطلب فيقول له آلا يرضيك أن أعطيك ملك أعظم ملك من ملك الدنيا يقول نعم يرضيني منه أعظم ملك سليمان يعطيه ملك سليمان فيقول لا يرضيني هو في حياته أصل كلها كبد ومشاكل وهموم والبيت أجار والسيارة تقصيد والديون وراكبة هو إذا به إذا أعطيك أعظم ملك ملك الدنيا فيفرح فيقول الله لك مثله ومثله 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 خمسة أضعاف يقول خمسة أضعاف قال نعم خمسة يرضيك رضيت يا عبد قال نعم رضيت قال ولك مثله فيعطيه عشرة أضعاف هنا ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس أضحك يا رسول الله قال أضحك من ضحك الله ليه لأن الله ينقى يا هذا العبد أعطيك عشرة أضعاف ملك أعظم ملك ملك الدنيا ماذا قال العبد أتهزأ بي وأنت رب العالمين مهم صد تهزأ بي وأنت الله قال ادخل يا لجنة يقول عليه الصلاة والسلام فيمشي في ملكه ألفين سنة لا يستطيع أن ينتهيك هذا منهم آخر من يدخل الجنة طب أنت اللي تقوم بالفجر فتأتي إلى بيته وأنت اللي تركت الحرام من أجله وأنت اللي شكرت نعمة الله وأطعت الوالدين وأقمت الصروات ماذا سيعمل الله بك أبي شرب الخير إذلك لا تكره لقاء الله أهم شيء نستعد هل تغيرت نظرتك عن الموت الموت جميل وليس لي سيء أهم شيء أصلح ما بينكم وبين الله وأبي شرب